السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم كميعا عاملين ايه? يا رب كلكم تكونوا بالف خيال اقولك على شوية حاجات كده انا بعملها لما بيكون البيت دخلوا دور برد لاي فرض بقى فيه كبار صغيرين انا بتعامل معها ازاي? وازاي بعديها بسرعة? والحمد لله ما بتحتاجيش بقى فيها الادوية كتيرة ولا علاجات كتيرة. اقولك كده على شوية نصائق حلوة جدا هتفيدك ان شاء الله في بيتك. لو انت جربتيها ان شاء الله مش هتحتاجي تاخدي ادوية كتير وهتعدي موضوع البرد ده على خير. اول حاجة كده خلي دايما عندك الاكل خفيف. يعني ايه? يعني بلاش بقى مسبكات ملاش بلاش طباخات بقى ودهون كتيرة والكلام ده. دور البرد ده بيبقى عايز اقل الحاجات علشان آآ معدتنا طبعا بتبقى تعبانة مش متحملة المسبكات والكلام ده كله. يعني دايما اقول لكم اكل خفيف زي ايه? وهو ده اللي انا باعتمده في اليوم وهو ده اللي انا بطبخه او مش بطبخه يعني هو ده اللي انا باكله لهم في اليوم سواء كباربا او صغيري. دايما بخلي عندي الجبنة القريش دي ممكن تنفع لفطار. لو حد مش عايز يتغدى حاجات خفيفة حتى بغدي منها مش مشكلة. الجبنة القريش هتغزيه ومش هتبقى تقيلة على معدت ابنك او بنتك في وقت البرد. ببعد خالص عن منتجات الالبان. يعني ايه الشاي على قد ما بقدر بخليه سادة اه بلاش شاي بلبن. بلاش مشروبات فيها لبن كتير ولا كلام من ده. خليها عصير فرش. خليها عصير مثلا عصير برتقان عصير جوافة. الحاجات دي فيها اه فيتامين سي وكمان هتفدهم في وقت البرد. اه ده بالنسبة مثلا للفطار. اه باجي على الغداء بخلي دايما تملي الخضراء عندي زي الكوسة زي البطاطس البسلة الفاصولية الجزر الحاجات دي. اول ما بحسب دور برد كده دخل البيت خلاص. لأ بخلي بقى الحاجات دي على طول باستمرار وبعمل يوميا بقى الشربة بتاعة الخضار دي وعليها طبعا اللمون. آآ بتبقى ده غداهم. وطبعا لو في حد مسلا عندك ما بيحبش كده فالجبن القريش يعني بحاول ابدل بنت ده وده انما بقى علشان اطبخ حاجة ورز وكلام من ده لأ. بتبقى المعدة مش مستحملة. لا احنا كبار ولا حتى ولادنا بيبقوا متحملين الاكل ده. ومش صح يعني ان احنا نضغط عليهم فترة البرد وطعبهم دي. وطبعا بقى خلي عندك حاجات زي مسلا يوسفي البرتقان باستمرار. يعني ان ما شربوهاش عصير هيكلوها كده قطع بالشكر. عارفين حتى له آآ مريديوش مثلا ولادنا يكلوا شربة الخضار يكلوا الجبن القريش. عارفين الفكهة في الوقت ده بتبقى كمان افيض لهم واخف ليهم. كده بالنسبة في طور غدا آآ الفكهة. الحاجات دي تعالوا بقى نتكلم عن اهم حاجة بقى في دور البرد. المشروبات السخنة. هو بصراحة دي اساس العلاج في في ادوار البرد بصراحة. المشروبات السخنة. انا عارفة ان ناس كتيرة وبتعاني مع ولادها من حتة ان في ولاد ما بيحبوش المشروبات. ما بيحبوش الاعشاب ولا طعمها ولا اقل حاجة او اضعف حاجة ممكن تقدمها لهم زي ما انا عاملة كده ده لمون على سكر على مية سخنة. ده ابسط حاجة ممكن تعملها لهم. وفي مشروب انا عملته قبل كده هحطوه لكم في حرف الايفو. وهسيبها لكم في صندوق الوصف. برضو مشروب ممتاز بيقضي كده على البرد. بس لو ولادك مش متقبلينه اعمل لهم اللامون ده. بس طبعا لو الكحة زيادة في الصدر يعني ما بيفضلش اللامون زيادة قوي برضو. فحاولي بقى آآ تعمل لهم المشروب السخن اللي يكون هم حابينه. لان اساس علاج البرد زي ما قلت لكم هي المشروبات الدافية. واخر حاجة بقى عايزة انبه عليكم فيها هي آآ تهوية البيت ونضفته. فترة البرد دي بتبقى فيها المكروبة اللي دخلت البيت دي جوه. البيت لازم تتهوي البيت يوميا. لازم تحاول كده تدخل الشمس في بيتك علشان المكروبة دي يعني تتقتل وتطلع بره بيتك. حاولوا تمسحوا بقى بديتول. حاولوا تهووا كده الشقة. غيروا الفرشة على قد ما تقدروا. هنا دي مشتريات ما لكمش دعمة بيها بس آآ انا كنت عايزة اقول لكم ان آآ انا بجيب ايه في الادوية بتفضل عندي احتياطي. دوة سخونية ودوة للبرد. مش بجري على المضادات الحيوية. اخر حاجة تفكروا فيها المضادات الحيوية علشان ما تهدوش ولا تكسروا مناعت ولادكم. بس كده ودي الاعشاب اللي انا بخليها عندي اللي هي اسمها السيكم بتاعت الصيدلية. وكمان الينسون وطبعا في اعشاب تانية بس هم دول اللي كانوا نقصيني وكنت نزلت اشتريتهم. يا رب بكون كده قدرت اجمع لكم شوية حاجات بسيطة على حد معلوماتي انا واللي انا بعمله في البيت مع الولاد. يا رب بتكونوا استفدتوا بالفيديو. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تشترك في القناة وتسيبي لي احلى لايك. اشوفك على خير. اشتركوا في القناة